بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن خلاصة عصير كتاب اللهوت المقارن للبابا شنودة طبعا هو مكتوب هنا الجزء الاول لكن انا ما اعتقدش ان فيه اصلا جزء تاني فهو اللهوت المقارن للبابا شنودة الكتاب ده بيتكلم عن الخلافات العقائدية الايمانية ما بين الارثودوكس من ناحية اللي هو كنسة البابا شنودة والبروتستانت من ناحية تانية طبعا كلمة اللهوت المقارن او لما بيتقال اللهوت اي حاجة تانية زي مثلا اللهوت مريم اللهوت بولس اللهوت المقارن بيبقى المقصود من كلمة اللهوت العقيدة والايمان والدين فاللهوت المقارن يعني ده مقارنة الاديان عندهم مقارنة العقائد مقارنة العقيدة الارثودوكسية بتاعت البابا شنودة بالعقيدة البروتستانتية او زي ما الكتاب ده بيوضح بيان الاختلافات ما بين الارتوديكس والبروتستانت بيختلفوا عننا في ايه الكتاب ده مهم اولا علشان خاطر الكتاب بيعرض انتقادات البروتستانت على بعض العقائد الارتوديكسية والكتاب بيبين اختلافات عقائدية في غاية الاهمية ما بين البروتستانت والارثودوكس والكتاب بيخليك تاخد تصور ازاي الطواف المسيحية مع بعض بتتعامل يعني فيه معظم المسيحين بيقولوا الارثودوكس والكاثوليك والبروتستانت دول زي المذهب المالكي والحنبالي والشافعي والحنفي والكلام ده كله هذا باطل الى اقصى الحدود لان المذاهب الاربعة مذاهب فقهية اختلافات في الفروع وليست في الاصول لكن الائمة الاربعة على عقيدة واحدة وهم على منهج اهل السنة والجماعة لكن الارثودوكس والكاثوليك والبروتستانت والطواف المسيحية نتيجة اختلافات عقائدية شديدة جدا وكبيرة جدا ادت الى انهم كفروا بعض طبعا هم مش بيحبوا يستخدموا كلمة كفر او تكفير لكن حرموا بعض حرموا بعض يعني ايه يعني لعنوا بعض انتو مش هتدخلوا ملكوت السماوات احنا اللي على العقيدة الصحيحة انتو اه مش هتدخلوا ملكوت السماوات فيه برضو نقطة قبل ما ادخل في الموضوع هو انت ممكن واحد يقولك طيب ما الفرق الاسلامية المختلفة اه ما بينها اختلافات وهكذا ممكن توصل الى درجة اه التكفير يعني مثلا فيه فرق منتسبة للاسلام لكن هي خارج عن ملة الاسلام زي البهائية والاحمدية كل بهاقي او كل احمدي كافر خارج عن ملة الاسلام وان ادعى انه مسلم وفيه فرق تانية فيه ما بيننا وما بينهم اه بعض الاختلافات العقائدية لكن ممكن ما توصلش الى درجة التكفير لكن ايه الفرق ما بين الطوايف الاسلامية المختلفة والطوايف المسيحية المختلفة الفرق ان المسلمين عندهم القرآن والسنة كمصدرين للدين بناخد منه الاصول والفروع العقائد والفقه والعبادات وهكذا سبب الاختلاف ما بين اي طوايف دينية سواء طوايف مسيحية او طوايف اسلامية بيكون غالبا بسبب اختلاف على ازاي نفهم هذه المصادر يعني ايه يعني الطوايف المسيحية مختلفة بسبب هما عندهم الكتاب مقدس ازاي نفهم الكتاب مقدس اثناسيوس كان بيفهم الكتاب مقدس بطريقة اريوس كان بيفهم الكتاب مقدس بطريقة تانية فكفروا بعض وهكذا المسلمين بقى عندهم القرآن والسنة غالبا الاختلاف بيكون ازاي نفهم القرآن والسنة ايه هو الفهم الصحيح للقرآن والسنة الفرق ما بيننا كمسلمين وما بينهم كمسيحيين ان احنا عندنا مصدر فهم صحيح اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وان احنا عندنا تراث اسلامي ضخم جدا جدا واسانيد صحيحة متصلة بتقدر توصلنا فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة فبالتالي بالنسبة للفرق الاسلامية الذي يجتهد ويبحث ويقارن ويدقق ويحقق حتى يصل الى فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هيبقى على الاسلام الصحيح المفروض بالنسبة للمسيحيين ان الفهم المسيحي الصحيح او العقيدة المسيحية الصحيحة هي اللي كان عليها المسيح عليه السلام واصحابه لكن هما للأسف الشديد مش هيقدروا يرجعوا او ما عندهمش التراث المسيحي اللي يوصلهم الى هذا الفهم الصحيح الارثودوكس والكاثوليك بيدعوا ان فيه حاجة اسمها تقليد رسولي يعني اللي هما تسلموا من رسل وتلاميذ المسيح لكن كل هذه التقاليد ليست لها اسانيد دقيقة صحيحة تجعلنا متيقنين ومتأكدين من ان فعلا هذا هو الفهم الصحيح يبقى الفرق ما بين المسلمين والمسيحيين اولا بغض النظر ان هما اصلا مختلفين في الاصول ومختلفين في انهي اصفار هي الكتاب مقدس والكلام ده كله لكن الاهم حتى لو تجاوزنا عن اختلافهم في المصدر ازاي نفهم المصادر المسلمين عندهم الفهم الصحيح مدون في تراث باسانيد صحيحة يقدر اي حد يدقق ويحقق ويصل اليها لكن المسيحين ما عندهمش مجرد ادعاءات ده تقليد رسولي ايه الدليل ان تلاميذ المسيح يتقدوا ده فين الاسانيد فين الوسيلة اللي اقدر من خلالها اتيقن ان هو ده فهم تلاميذ المسيح لا يوجد انا اسف لو المقدمة طويلة لكن انا اراها ضرورية المهم هنتكلم بقى بعض وصائق في كتاب اللاهوت المقارن للبابا شنودة برضو هرجع تاني واقول ان عصير الكتاب بيحتوي على اقتباسات اكتر بكتير وتم شرح كل الاقتباسات في السلسلتين بتوع العقائد المسيحية الارتدوكسية الملزمة الاولى والملزمة الثانية وهضع الروابط باذن الله عز وجل في نهاية الفيديو اول وثيقة في الصفحة رقم 11 الفصل الاول مجمل خلافاتنا مع البروتستان طبعا هيبتدي ايه يعد واحد اتنين تلاتة اربعة انا هقرأ سريعا علشان الموضوع ما ياخدش وقت شوف اول حاجة هنا بيقول الخلافات كثيرة بعضها في العقيدة والايمان وبعضها في التقوس والبعض الثالث في النظام الكنسي وفي امور العبادة الاهم بالنسبة لنا الخلافات في العقيدة والايمان وان انت لازم تبقى متأكد ان اي خلاف عقائدي عندهم ادى في النهاية الى الحرم يعني ايه يعني اطاخي طلع بعقيدة مخلفة تم حرمانه ابوليناريوس سابيليوس اريوس ناستوريوس ايا كان اي حد طلع بعقيدة مخلفة عملوا مجامع تم حرمانهم الارثودوكس والكاثوليك هذا الانشقاق اللي حصل في مجمع خلق دونيا سنة 451 ادى الى ان الطرفين حرموا بعض وكفروا بعض لما البروتستانت لما البروتستانت انشأوا عن الكاثوليك الكاثوليك حرموا البروتستانت فهم في تناحر شديد وهذا مصداقا لقول الله عز وجل في سورة المائدة ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون والآيات الاخرى التي تقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهكذا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وغيرها من هذه الآيات المهم هنا بيقول لك واهم الخلافات بيننا وبين البروتستانتية ما يلي رقم واحد اعتقادهم بالطبيعتين والمشيئتين في السيد المسيح طبعا احنا في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن مسألة الطبيعة الواحدة طبيعتين ومشيئتين يعني يقول لك لهوت ونسوت اللهوت ساعات بيعمل المعجزات النسوت بيعمل الحاجات الانسانية ساعات بيقول كلام بحسب نسوته ساعات بيقول كلام بحسب لهوته الكلام ده البروتستانت بشكل عام في العقائد متابعين الكاثوليك لان البروتستانت انشكوا عن الكاثوليك لو جينا نتكلم عن الانشقاقات سريعا اول واهم انشقاق اللي حصل في مجمع خلق دونيا سنة 451 بقى فيه ارثودوكس وكاثوليك بعد كده في العصور الوسطى بقى فيه بروتستانت وكاثوليك طبعا قبل كده كان حصل انشقاق في الكنيسة الكاثوليكية بسبب اضافة كلمة ان الروح القدس منبثق من الاب والابن اللي هي النقطة رقم اثنين يعتقد انبساق الروح القدس يعتقد البروتستانت مثل الكاثوليك بانبساق الروح القدس من الاب والابن الكلام ده تم اقراره كعقيدة كاثوليكية تقريبا سنة 1051 يعني في بدايات القرن الحضاشر بابا الفاتيكان قال الروح القدس منبثق من الاب والابن مش الاب بس فحصل انشقاق في الكاثوليك كل اللي رفض هذه الاضافة انضم بقى تابع مين بقى تابع الارتودوكس لكن ما زالوا على خلاف الطبيعتين ما علينا المهم يعني ان دي خلافات عقائدية تؤدي الى الحرم لان البروتستانت بيعتقدوا زي ما في مجمع خلق دوني وده حرم ما بين الارتودوكس والكاثوليك مسألة انبثاق الروح القدس من الاب والابن ده حرم تاني ما بين الارتودوكس والكاثوليك لان هم اضافوا على قانون مجمع نقيا وبحسب اللي موجود في مجمع القسطنطينية سنة 381 وبرضو مجمع افسس المسكوني ربعمائة وتلاتين تم النص على ما ينفعش يتم اي اضافة على قانون مجمع نقيا واللي يضيف يبقى محروم معلنا الصفحة اللي بعديها بيقول على مسألة انبثاق الروح القدس من الاب والابن بيقولك وهذا مخالف لعقيدة كنيساتنا التي تؤمن بالمساق الروح القدس من الاب وحده حسب ما ورد فيه كذا مش مهم حسب ما ورد فيه المهم ده خلاف عقائدي في غاية الخطورة لان اللي بيعتقد ان الروح القدس منبثق من الاب والابن برضو بيستشهده بنصوص كتابية بيقوله كل ما للاب هو لي وكل ما ليه هو للاب طب الاب له صفة انه يبثق الروح القدس يبقى الابن كمان يبثق الروح القدس ويبقى بنو العقيدة على نص كتابي ايه المشكلة يعني لان نخلي بالك كل الطوايف المسيحية بتبني عقائدها تقريبا على نصوص كتابية لكن الفرق ما بينهم وبين بعض زي ما قلت ازاي نفهم هذا النص الكتابي احنا كمسلمين عندنا الاسانيد والادلة والبراهين والتراث اللي وصلنا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ونصوص السنة لكن هما فين دليلهم ان فهمهم صح لا يوجد دليل لا توجد اسانيد المهم عدم ايمانهم باسرار الكنيسة السابعة الاساس عندهم ان هما انكروا الكهنوت فبما انهم انكروا الكهنوت يبقى انكروا كل الاسرار الكنيسية اللي فيها الكاهن بيعمل اعمال معينة بيتدخل فيها الاله بشكل سري او حاجة زي كده اللي هما بقى اللي هي المعمودية والرشم والافخرستية والاعتراف ومسحة المرضى والزيجة والسر الكهنوت نفسه فبيرفضوا هما اسرار الكنيسة السابعة طيب لا يؤمنون بالتقليد طبعا الكلمة دي مش صحة اوي بالنسبة للبروتستانت لا يؤمنون بالتقليد او التسليم الرسولي لا هما بيؤمنوا بالتقليد او التسليم الرسولي لكن هما بيقولوا ايه ان لازم يكون موافق للكتاب المقدس طب انت هتفهم الكتاب المقدس ازاي علشان خاطر تشوف التقليد الرسولي ده موافق له ولا مش موافق بمزاجنا بقى فبقى البروتستانت لما عملوا ثورة بقى بمزاجهم يحددوا هل ده موافق للكتاب ولا مش موافق زي برضو ما الارثودوكس والكاثوليك بيقولوا ان التقليد ده موافق للكتاب المقدس ولا مش موافق فهنا بيقولك فهم لا يؤمنون الا بالكتاب مقدس فقط او بالاصح بيخلوا الكتاب المقدس هو مصدر السلطان الوحيد والله التقليد ده وافق الكتاب المقدس ده احنا بقى اللي هنقرر هو موافق ولا لا يبقى نقبله لو مش موافق يبقى نرفضه لا يقبلون الكهنوت يعني مفيش حاجة اسمها كاهن له سلطان الهي يغفر للخطايا ولا يعمدني ولا يرشمني كلام ده كله البروتستانت ما بيؤمنوش بيه عندهم حاجة اسمها قساوسة لكن قسيس بمعنى معلم ما بيمارسش اسرار كنسية ملوش سلطان الهي او رسولي الصفحة اللي بعدها صفحة رقم 13 بيقول خلافات كثيرة في موضوع الخلاص البروتستانت عندهم ما يسمى بالخلاص في لحظة او ان الخلاص مبني على الايمان بس طبعا هنا بيقولك هنا يعتمدون على عبارة عبارة ده المفروض تقول اية كتابية عبارة دي ايه ده مين اللي قالها واحد كان ماشي في الشارع قال الكلام ده تحس ان تحقير لادلة البروتستانت لكن لو نص الارثودوكس بيبنوا عليها عقيدة كان قالك الاية الكتابية قول يسوع المسيح قول مش عارف مين الرسول المهم ان البروتستانت بيبنوا الكلام ده على نصوص كتابية واكثر من نص نصوص في عمال الرسول نصوص في رسائل بوليس المهم ان هم عندهم فكرة ايه ان مش مهم المعمودية مش مهم الرشم مش مهم الافخارستية اللي هي عند الكنيسة تسمى بالاسرار الخلاصية اسرار لازمة للخلاص بيرفضوا كل ده وبيقولوا بمجرد الايمان يبقى احنا ضمننا الجنة سيبك بقى من اي حاجة كناسية هي تدخلنا الجنة انا مابيني ومابين نفسي اؤمن يبقى دخلت ما امنتش يبقى ما دخلتش مش لازم اروح للكنيسة اتعمدني ولا ترشمني ولا تناولني ولا اي حاجة مندي فبيقولك من اهم هالتركيز فقط على الايمان وعدم الاهتمام بكل معداء وكأنهم بهذا ينكرون الاسرار اللازمة للخلاص مثل المعمودية والتوبة وانكرون دور الكنيسة في موضوع الخلاص من ضمن الحاجات الكنيسة كانت بتتسلط بيها على العباد والبلاد دور الكنيسة لازم تجيلي اعمدك لازم تجيلي ارشمك لازم تجيلي تعترفني تعترفلي لازم تجيلي اناولك بالنسبة للمسلمين او في الاسلام مفيش حاجة اسمها دور المسلمين في دخولك الاسلام غير ان هم يعرفوك ايه هو الاسلام وكل شيء مبني على قرارك انت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انت وصلت لك رسالة الاسلام احنا اللي علينا ان احنا نبلغ الدعوة وانعرفك ايه هو الاسلام وانعرفك اركان الاسلام الخمسة واركان الايمان الستة وانفهمها لك بحيث ان انت لما تعتقد وتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الموضوع كله بعد كده في ايدك انت مش لازم تيجي المسجد والكلام الاشهار ده دي حاجات روتينية او وراقية رسمية لكن انت لو عاوز تسلم تسلم مع نفسك تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مجرد ان انت تعلم جماعة المسلمين في اي مسجد او شيء خلاص تدخل مسجد يا جماعة انا اسلمت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الف مبروك الحمد لله الله اكبر وهكذا وتصلي معهم وخلصة القضية طيب هنا عندهم برضو نقطة غريبة بيقولك ومن ضمن الموضوعات التي هي مجال خلاف مدى امكانية هلاك المؤمن اذا ارتد فيرون ان المؤمن لا يمكن ان يهلك مهما سقط يعني ايه اللي هو على حساب الدمن داخل داخل لي يا نصيب يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب انت مستني لسه بتقول انا هدخل الجنة ان شاء الله بالنسبة لهم ربنا شاء وخلص يعني هو بمجرد ايمانه دخل الجنة فمهما عمل بعد كده دخل الجنة فيروح بقى يقتل يسرق يزني يعمل اللي هو عايزه حتى لو انتحر يدخل الجنة وده موجود في كتب البروتستانت عند المسلمين نحن نقول من مات على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله من مات على التوحيد دخل الجنة وان زنى وان سرق ليه لان دي معاصي مهما كبرت فهي معاصي لكن حق الله على العبيد هو التوحيد مدام ما اشركتش بالله ربنا هيغفر لك اي ذنب تاني وما قالك الجنة في النهاية لكن هل ده شيء مضمون مضمون لو انت قدرت تضمن افعالك يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فيما معناه لو انت ضمنتلي لسانك وما بين فخذيك يعني اعمالك فيما معناه اعمالك اضمن لك الجنة فيبقى الموضوع بايدك انت طب ومين فينا يقدر يضمن اعماله مين فينا يعلم الغيب ان هو يفضل الى لغاية ما يموت يفضل على الاسلام ويفضل على التوحيد لذلك تجد في القرآن الكريم ايات كثيرة جدا جدا توفني مسلما والحقني بالصالحين وجنوبني وبنية ان نعبد الاصنام دول انبياء لكن هم عارفين لو ماتوا على الاسلام يبقى انا خلاص من الفائزين لو موت على التوحيد يبقى انا من الفائزين فالقضية في ايد كل شخص البروتستانت بقى بيفتحوا باب فساد كبير الارتودوكس نفسيون بيقولوا كده بيقولوا الشباب الصغير بيروح يبقى بروتستانتي علشان مسألة الخلاص في لحظة لان هم بيروجوا مسألة انا حتى لو عملت معاصي او خطايا او زنيت او عملت انا في الاخر كده كده داخل الجنة احنا بنقول لا ده فساد عظيم الله المستعان هنا برضو ينكرون التقوس يعني اي حاجة تقصية كنسية الكنيسة بتعملها بينكروها البروتستانتية ضد التقوس وهذا بند واسع تفاصيله كثير اللي بعده صفحة رقم 14 بيقول خلافات في المعمودية ان الارتودوكس عندهم لازم تتعمد والمعمودية سر وسر لازم للخلاص لعل من اهمها لزوم المعمودية للخلاص لكن ايه البروتستانت عندهم لا مش مهم معمودية للخلاص هنا برضو عندهم كذلك لزوم المعمودية للاطفال يعني ايه لزوم المعمودية للاطفال وهنتكلم عنها هيذكرها مرة تانية اللي هي مسألة لو بيبي تولد مثال الطهارة والنقاء لو بيبي تولد ومات قبل ما يتعمد ده الى جهنم وبئس المصير لكن لازم يتعمد اول ما يتولد يتعمد الكاثوليك بقى عندهم ده قبل ما يتولد نعمد البيبي في ارحام امهاتهم تقولي ازاي يقولك انا مش دي قضيتي ماليش دعوة لكن الكلام ده مذكور في كتب الارثودوكس بقى لهوت مقارن بين ارثودوكس وكاثوليك المهم ان هما الاتنين متفقين على مبدأ ان البيبي لازم يتعمد ولو البيبي مات قبل ما يتعمد يبقى راح النار والعاذ بالله لكن احنا كمسلمين بنؤمن ان كل مولود يولد على الفطرة فحتى لو تولد ومات فهو في الجنة فهو مات على الاسلام هنا بيقولك لا يؤمنون بالاعتراف دي بقى بتدقيقهم قوي البروتستانت عندهم النقطة دي صح ايه هي النقطة دي ان الاعتراف على الله مباشرة يعني عاوز يتوب وتغفر خطياء يلجأ الى الله عز وجل مباشرة الارثودوكس والكاثوليك بيقولوا لا هي سايبة انت يا عبدي يا حقير تتكلم مع ربنا مباشرة لازم تيجي للكاهن تعترف للكاهن تحصل على الغفران من خلال وسيط لكن هو اي مخلوق كده يتكلم مع الله مباشرة كده يحصل على المخفرة مباشرة هزلت ده من الفكر المسيحي الارثودوكسي والكاثوليكي البروتستانت وجدوا ان ده من ضمن اسباب تسلط الكنيسة على البلاد والعباد ان انت رأبتك في ايد الكاهن انشاء طبعا النصرة مش بيقولوا انشاء غفر لك وانشاء رابطك لكن الواقع كده ان انت ما ينفعش تحصل على الغفران غير من خلال الكاهن طب لو الكاهن لأي سبب من الاسباب وجدك غير مستحق للغفران يبقى مش هتحصل على الغفران فالبروتستانت عملوا ثورة وقالوا لا الكلام ده كلام فاضل مش عايزين احنا موضوع الكهنوت اللي هيتحكم في العباد طبعا عند المسلمين الله عز وجل اقربوا اليك من حبل الوريد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الزنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقال الله عز وجل في كتابه الكريم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب لم يقل فقل اني قريب علشان ما تبقاش في اي نوع من انواع الوساطة واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون طيب مسألة لا يؤمنون بسر الافخارستية اللي هو التناول ان هما بيعملوا قداس يجيبوا الفطيرة ويجيبوا الخمر يصلوا عليها فيعتقدوا ان الفطيرة تحولت لجسد الاله والدم تحول والخمر تحول لدم الاله البروتستانت بيقولوا انتوا بتعبدوا اوثان وبتغبزوا اولهكم في الفرن عبدة اوثان لما بتسجدوا للاربان في الاداس وبتغبزوا اولهكم في الفرن ده تسجيل مشهور للانبا بيشهروا مهم الوثيقة اللي بعدها بيقول خلافات بالنسبة الى الكتاب المقدس ده في صفحة رقم 15 حتى الكتاب المقدس مش متفقين عليه بيقولك ان عدم ايمانهم ببعض اصفار الكتاب مثل توبيا ويهوديت ويشوع من سراخ وبروخ وصفر الحكمة وصفرية المكابيين وبعض اجزاء اخرى من الكتاب واعتبارهم انها ابوكريفا وعدم ضمها الى الكتاب مثلما تضم في ترجمة الكاثوليك الكتاب طبعا دي الاصفار القانونية التانية المفروض ان الارتودوكس والكاثوليك بشكل عام بيؤمنوا بيها البروتستانت وجدوا ان بعض النصوص الموجودة في هذه الاصفار الكاثوليك بنوا عليها بعض العقائد زي السكوك الغفران وزوايد فضايا القديسين وحاجات زي كده فرحوا البروتستانت من ضمن ثورتهم صاروا على اي مصدر الكنيسة بنت عليها عقائدها فصارت على التقليد وصارت على الاصفار القانونية التانية وهنا برضو بيقولك ايه لا يتعملون مع العهد القديم بالاحترام اللائق لكل تعليمه كما لو كان السيد المسيح قد نقض النموس او الانبياء برضو هنا بيقولك لا يؤمنون باصوام الكنيسة البروتستانت بيقوله ده يا عم بيصوموا على مزاجهم ومخترعين طريقة الصوم على مزاجهم المهم الصفحة اللي بعدها صفحة رقم 16 بيقول لا شفاعة في البروتستانتية اللي هي الوساطة بشكل عام بيرفضوا اي نوع من انواع الوساطة عدم اكرام القديسين برضو بيقولك دول بيعبودوا بشر او اي ان كان بيتخذوهم وسائط او حاجات زي كده البروتستانت بينكر كل الكلام صفحة رقم 17 بيقول لا ايقونات ولا صور في البروتستانتية اللي هي الصور ويولع شمعة قصاد الصورة وصلي قصاد الصورة البروتستانت يقولك ده عبادة اوستان في الكنيسة طيب هنا في صفحة رقم 19 بيقول لا يؤمنون بدوام بتولية العذراء ده خلاف ما بين الارثودوكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية الارثودوكس والكاثوليك بيقولوا مريم عليها السلام ولدت المسيح وظلت عذراء وما خلفتش بعديه خالص وما تجوزتش يوسف النجار البروتستانت بيقولوا لا ده هي خلفت المسيح وفقدت عذريتها وتزوجت يوسف النجار وانجبت منه كمان وخلي بالك الكلام ده بناء على نصوص كتابية يعني البروتستانت مش مخترعين الكلام ده من دماغهم ويقولك برضو لا يكرمون العذراء بيقولوا عليها ام يسوع ما بيقولوش عليها ام الله ولا يوافقون على عبارة الممتلئة نعمة بيترجموها المنعم عليها والارثودوكس والكاثوليك بيقولوا ده تحريف بروتستانتي للكتاب المقدس وشوف بيقولك ايه وبعضهم يقول عن العذراء انها اختنا كأن البابا شنودة بيقولك هزلت هي مريم زي اي وحدة كده من البشر بنقول عليها اختنا راجع بقى كتاب الاخ معاد اليان عبادة مريم في المسيحية والظهرات المريمية علشان تعرف ازاي هم بيمجدوا في مريم عليها السلام وبيرفعوها الى درجة تصل الى الالوهية والعبادة مصداقا لقول الله عز وجل اأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك طيب في الصفحة رقم عشرين بيقول لا يستخدمون رشم الصليب مدي اوي ان هم ما بيقدسوش الصليب البروتستانت ما بيقدسوش شباس الصليب بقى عند الارتودوكس وموضوع الايكونات بقى وموضوع التقديس بقى وكده تقريبا يعني اقصى حاجة ممكن يصل اليها الارتودوكسي والكاثوليكي هو السجود بيسجد للكاهن بيسجد للصليب بيسجد للايكونة بيسجد للهيكل بيسجد للاربار بيسجد لاي حاجة تقريبا هم بقى بينكروا على البروتستانت ان هم ما بيعملوش زيهم بيقولك ان لا يكرمونا الصليب كما يكرمه الارتودوكس لا يوجد عندهم عيد الصليب لا يمسك رعاتهم صلبانا ما بيسجدوش للصليب زينا ونشكر الله شوف بقى يا خي ودي لفتة للمسلمين بغض النظر عن السياق اللي احنا بنتكلم فيه ان مثلا سنة معينة زي اللحية مثلا او تقصير الثوب وده انا شخصيا مقصر فيه او مثلا الخمار او اللبس الشرعي الصحيح للمرأة لما ييجي مثلا واحد من الدعاء يقول المفروض الناس تلتحي ويدعو الناس لللحية وبعد كده يقوم قايل ايه مثلا معلش وبعدين يقوم قايل ايه مثلا يقوم قايل والحمد لله الناس بدأت تلتزم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتطلق لحيتها او الفتيات بدأوا يلبسوا زي شرعي اه صحيح وهكذا هنا شنودة متمسك بكفر اللي هو تكريم الصليب وتعليق الصليب على الكنائس والكلام ده كله ويقول لك ونشكر الله ان كثيرا منهم يعلقون حاليا صلبانا على الكنائس وما كانوا يفعلون ذلك من قبل يعني هو شايف النداء بدأوا يرجعوا للحق كون ان هم رفعوا وعلقوا صلبان على الكنائس اين نحن كمسلمين من تتبع الحق اللي احنا المفروض نكون عليه ونلتزم به والناس تفرح لما تزداد عدد الملتحين ويزداد عدد المنتقبات حتى مع وجود معاصر لكن على الاقل بقى فيه التزام وربنا يصلح الباطن كما يصلح الظهر مهم صفحة اللي بعديها معمودية الاطفال ده تكلمنا عنه مسألة ايه ان الطفل لازم يتعمد ده في الصفحة رقم 33 ان الطفل لازم يتعمد ولو مات قبل ما يتعمد حيدخل النار فبيقولك اما نحن فنصر على معمودية الاطفال للاسباب الاتية حرصا مننا على ابدية هؤلاء الاطفال فكيف يمكن ان نمنع عنهم العماد فنعرضهم لهذا الحكم الالهي اللي هو ايه لا يقدر ان يدخل ملكوت الله حيوح النار لو ما تعمتش الله المستعان صفحة رقم 53 بيقول ان السيد المسيح لم يكتب انجيلا ولم يترك انجيلا مكتوبا ده اعتقاد النصار اعتقاد المسلمين ان السيد المسيح نزل عليه انجيل وهو كتاب سماوي زي ما التوراة كتاب موسى والزبور كتاب داود والقرآن كتاب محمد صلى الله عليهم جميعا كون بأن الانجيل ده هل كان كتاب مكتوب نزل من السماء مكتوب زي التوراة ولا كان شفه زي القرآن وفيما بعد يتم تدوينه لكن المهم المسيح كان له انجيلا هنا بيقولك ولم يكن هناك انجيل مكتوب انما كانت هناك كرازة وبشارة مفرحة احنا بنقول ان المسيح لما قال قد كامل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل الانجيل دي كانت رسالة المسيح كانت بشرطه ودعوته الكتاب اللي نزل عليه حتى لو ما كانش مكتوب كان شفهي لكن هو ده الانجيل لكن ما بنقولش بقى ان الانجيل هو متى ومرقص ولوقة ويحنى دي كتب كتبها مجهيل ممكن يكون من ضمنها انجيل المسيح في بعض اجزائها ان هم دونوا فعلا انجيل المسيح وتعليمه وفي اجزاء تانية نحن نجزم ان ده مش من دين المسيح وده مش من انجيل المسيح وده مش من رسالة المسيح طيب معلنا صفحة رقم 62 بيقول سلطة الكنيسة في التشريع وهذا مصداقا لقول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه بيكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقولهم احنا ما كناش بنعبدهم فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له مش هما كانوا بيحرموا لك الحلال ويحلوا لك الحرام او بيقولوا لك ايه هو الحلال وايه هو الحرام فرح قالي الايوة عندهم سلطة في التشريع قال لك فتلك عبادتهم اياه فتلك عبادتكم اياه يعني فيما معناه هي دي العبادة اللي انتوا كنتوا بتعبدوها لرجال الكنيسة للأحبار والرهبان لان سلطة التشريع لله وحده لا شريك له في التشريع الانبياء والرسل مجرد مبلغين يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول ده حلال وده حرام مش بيتكلم من نفسه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوة وكل الانبياء والرسل كذلك فالتشريع والحلال والحرام والامر والنهي ونعمل ايه ونعملش ايه ده من حق الله عز وجل وحده الا له الخلق والامر وايات اخرى كثيرة جدا وان شاء الله في رمضان هنعمل فيديوهات عن مسألة وجوب الالتزام بالشريع الاسلامية وايه هي الشريع الاسلامية ونجيب كل الايات اللي بتحض على هذا وهكذا لكن انا اقصد ايه ان الكنيسة بتعتقد ان ليها سلطان سماوي من الله وهذا باطل بنص القرآن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم طيب اللي بعد صفحة رقم 149 رجع تاني يتكلم على موضوع اكرام الصليب فبيقول لك من الخلافات التي بيننا وبين البروتستانت اكرامنا العجيب للصليب لدرجة بنعمل كل حاجة باسم الصليب ورشم الصليب واعمل كل حاجة بالصليب ويقول لك بقى شوف البروتستانت الوحشين ويكتف البروتستانت بايمان قلوبهم بالصليب دون استخدامه وكانوا الى عهد قريب لا يعلقونه على الكنائس وكثير منهم لا يعلقونه على صدورهم شوف وحشين ازاي وكلهم لا يمسكون صليبا في ايديهم وهم ايضا لا يحتفلون باعياد الصليب ولا بموكب له ولا يطوفون به بالانشيد والالحان وهم ايضا لا يقبلون الصليب ولا يأخذون بركاته وبالاضافة بقى ان الارتوذوكس بيسجدوا للصليب كمان البروتستانت وحشين ما بيسجدوش للصليب البروتستانت بقى بيقولوا ايه ان دي وثنية اللي الارتوذوكس والكاثوليك فيه ده ده وثنية طيب صفحة رقم 160 بيتكلم برضو عن الصور والايقونات بقولك ينكر البروتستانت ما في الكنيسة من صور والايقونات ويعتبرون كل هذا ضد الوصية الثانية اللي بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في القصد كذا 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 ده في صفر خروج وصفر التثنية النصارى بيقولوا ايه الارتوذوكس والكاثوليك بيقولوا ربنا قال لنا لا تصنع احنا ناخد روح الوصية وصيبك من النص متى سيبك من الحرفية المفروض عند المسلمين بناخد بالنص وبالحرف وبالروح وبالمقصد وبكل شيء يعني ايه يعني ما ينفعش تقول انا هاخد بمقاصد الشريعة المصدر التاني في الدستور بيقولك ايه ان مقاصد الشريعة الاسلامية حاجة زي يعني مش الشريعة الاسلامية نفسها مقاصدها او كده ده بيفتح باب ان احنا نبقى زي اليهود والنصارى ان ربنا بيقول لنا نص تشريعي محدد مثلا قطع يد السارق او رجم او جلد الزاني او قصاص معين او احكام معينة في الزكاة او احكام معينة في اي شيء في الميراث او حاجة زي كده يقولك لا اه خليك في المقاصد خليك في روح الوصية لكن حرفيا مش ضروري فالنصارى بيقولوا ايه لا تصنع لك تمثال منحوت ولا صورة لا عادي جدا ممكن نصنع تمثال منحوت ولا صورة بس ايه ما نعبدهمش اهم حاجة ما نسجد لهمش ولا نعبدهمش طب هما بيسجدوا حتى للايقونات وللتمثيل عند الكاتوليك يقولك اصلي ده مش سجود عبادة ده سجود تكريم انت وبعدين يعني ايه اللي بقى لك من الالتزام الله المستعان هنا بيقولك والمتطرفون من البروتستانت يعتبرون الايقونات من بقايا الوثانية ويلوموننا على اكرام الايقونات وتقبلها ويقاد الشموع امامها والسجود امامها بيسجد للايقونات بيسجد للصليب بيسجد للكاهن بيسجد للهيكل بيسجد للاربان بيسجد لكل حاجة تقريبا طبعا من حق البروتستانت ان هما يقولوا ايه دي وثانية طبعا بتتكلم كيه يعني كده احنا نكون خلصنا خلاصة عصير كتاب اللهوت مقارن سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوني من صالح دعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة